بالتركيز على النشاط الفلاحي لأصبحت اليوم الحكومة تعاول عليه كثيرا من خلال جلسات وطنية التي خرجت بمجموعة أو بلائحة من الشروط والإجراءات التي بإمكانها أن تكون دافع أكثر لهذا القطاع القطاع الفلاحي ما أهم نجد بأنه أهم ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي فيما يتعلق بمنح حق الامتياز للأجانب لاستغلال الأراضي الفلاحية ليعتبر من أهم ما جاء من مشروع قانون المالية التكميلي إلى أي مدى هذا المدى أو لهذا المقترح بإمكانه حقيقة أن يكون كأساس وفاعل كمورد اقتصادي في الشأن الفلاحي بإمكانه أن يعطي امتيازات جديدة شكرا هو في الحقيقة هذا في صلب التحولات التي نعيشها اليوم بعد أن وصل الدولة ووصل الوطن إلى مستوى عالي من التنمية أنا من دعاة وأبقى من دعاة الاستثمار الخارجي الأجنبي لأن هذا الذي يزيد وخمير بالنسبة لما تم حتى اليوم إذا بقي البلد منغلق على نفسه في رساميله في سلعه في تسييره في تكنولوجيته هذا لا يمكننا غدا أننا نغير ثم نصدر فأنا من دعاة أن يقول أنه استثمار الخارجي سواء في الصناعة في الخدمات أو حتى في الفلاحة لابد أن يفتحوا بالقواعد السيادية هذه النقطة التي يجب أن نشير إليها إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك شراكم بين القطاع العام وكذلك القطاع الخاص فيما يتعلق بمنح الامتياز للأراضي الفلاحية بالنسبة للشركة الأجنبي وفق أي قاعدة القاعدة السياسية تقتصد أولا قاعدة 51-49 هذه باقية عرفة لا تواز والانتياز وامتياز ضرفي لا يوجد بيع الأراضي هذا ما يسمى بالانتياز الانتياز هو أن تأخذ الأرض تستغل لها ثم ترجع الأرباح على الوطن على الضرائم في الوطن على الفائدة في الوطن واقتسام الأرباح اقتسام الانتيازات هذا يتم في شروط يقررها القانون في كثير من بلدان ونحن نعرفها كثير من بلدان نشات إلى أكثر من ذلك باعت الأراضي سوقت أشياء وبالتالي الأطر التي حتى الآن هي أطر سيادية تمكننا من فتح الاقتصاد دون أن نمس أولا بالأرض ثم دون أن نمس بمصالح للوطن المصالح للدولة المصالح للمواطن فهذا التكافؤ وهذا الدخول استغلال أجنبي أو استثمار أجنبي مش فقط من ناحية المالية حتى من ناحية التكنولوجية ونحن في حاجة إلى عصرانة الاقتصاد